اشتركوا في القناة منشآت كأس العالم في قطر لا تزال تمثل حتى اليوم هاجسا بالنسبة للمنظمات العالمية لحقوق الإنسان والعمال على وجه الخصوص فبعد إحصائيات مخيفة لم يضع النظام في قطر أولوية بالنسبة لإصلاح سوق العمل بالشكل الذي يصون حقوق العمال وبعد أن افتتحت منظمة العمل الدولية مكتبها في قطر الشهر الماضي للإشراف على إصلاح قواعد العمل في قطر توالت العديد من الشهادات إلى المكتب وأظهرت حقيقتها حقوق العمال المدفونة تحت المنشآت نابين عامل نبالي يشرح قصة معاناته مع صاحب العمل الذي لم يدفع له أجره على مدار شهور ويقول من خلال ما نقلته صحيفة عرب نيوز إنه يحصل على مبلغ زهيد من المال لا يتعدى عشرات الدولارات ويضيف قائلا إن المبلغ بالكاد يجعله على قيد الحياة في دولة تعاني تضخما مخيفا وارتفاعا غير مسبوق في الأسعار كقطر وفيما يتعلق بالتغذية يقول نابين إنه يجبر هو وزملائه على تناول طعام منتهي الصلاحية في مقر عمله وفي شهادة أخرى تحدث سومون وهو نجار من منغلاديش إن شركته رفضت منحه تصريح إقامة وهي ضرورية لإثبات الإقامة القانونية للحصول على الخدمات ومغادرة البلاد ويضيف سيمون بأنه قد دفع مبلغ سبعة آلاف ريال للحصول على التصريح وقدم شكوى للمحاكم لكنه لازال ينتظر بعد مرور عام كامل ويروي زميله أشيك كيف أنه دفع عشرة آلاف ريال إلى كفيله للحصول على شهادة عدم ممانعة والتي تسمح له بالانتقال من شركة إلى أخرى واضطر كذلك لدفع نفس المبلغ للحصول على عقد عمل جديد هذه الشهادات تبين حجم الانتهاكات التي ترتكبها الدوحة بحق العمال حرمان من التغذية السليمة وتقييد لحرية التنقل وغيرها من الانتهاكات التي كانت ومازالت جماعات حقوق الإنسان والنقابات العمالية تنتقدها وتنادي النظام القطري بضرورة معالجتها والواقع يقول لا حياة لمن تنادي